المنتخب الوطني المغربي يفتتح مبارياته بنهائيات كأس الأمم الإفريقية كودفوار أمام المنتخب التنزاني يوم الأربعاء المقبل فكيف سيبدأ سود الأطلس هذا العرث الإفريقية وما هي حضود أبناء وليد الرجراجي في كأس إفريقيا كل هذا سنراه مع نبض الشارع إن شاء الله سأدفهم بكل كم أفريقيا في قطر وأنهم سأعودون بشكل كامل في قطر أتمنى أن نكون هناك فارق كبير والليحة التي أكون قادرت اليوم سأكون كاملين في المستوى وفي الفورما مع الفرقية وإن شاء الله سأكون حضر إن شاء الله وإن شاء الله كما تعرف في كأس إفريقية صدفته في كود ديفور وتمالجوه مزيان مشي بحال إفريقية الوسطى متانتما في الجنوب كينشتو كينلجوه مزيان إن شاء الله حدود تي المنتخب الوطني إن شاء الله في كأس إفريقية 2024 في كود ديفور كانت إن شاء الله كانت بتشكيلة اللي أخذها الرقراجي ما فيهاش سيفرتها العاطفة كي تنقولوا باللعابة اللي مشاوا غادي يكون إن شاء الله نتائج زوينة غادي يجيونا بالكاس ولا يوصلونا على الأقل المقابلة النهائية لأنك تتعرف قمنا بمشاركة كبيرة ما بقيش كاردو بشي حاجة من غير الفينار ولا يجيبونا للكاس غادي نعيش الأجواء كي تتعرف دابا أسبوع كتر من أسبوع حنا كانوا جدو الناس باش يعودوا الناس اللي ما قدرواش يمشوا بطبيعة لحال كود تيفورو دكشي تنحاولون جدو لهم الأجواء كيف عشنا في كأس العالم إن شاء الله هو الأحسن كانوا جدو دابا ترتين مع الناس كتين معهم كل شي مش نو جدو لنا شعود تاني الأجواء اللي غادي يكونوا نهار 17 شفاة الشهر هذا وعدنا حضود كبيرة في أن نأخذو كأس إفريقيا لعدنا لعابة كبار مطيرة زرفيه لعدنا لعابة زي ما كنا في أوروبا وفي الخاليج في العالم كامل إذن لعدنا حضود كبيرة بأن نأخذو كأس إفريقيا لشلا اللعابة كلهم زياني تواحد ما كل شي يستحق ليستحق ولي يطلعون بالولياناي وخاول بديل إفريقيا شوية مثل هذا ولكن كبالي هذا المنتخب اللي عندنا هذا هو منتخب قوي شوية على ذلك المنتخبات اللي كانوا قبل وإذن هذا عنده قدرة بأنه يأخذ كأس إفريقيا لشلا لَحTIN holes انتعم إلا ليcة افريقيا القطعة شكرا المنتخبات الشيطة شهد شكرا اشتركوا في القناة